أدرجت الولايات المتحدة رسمياً قوات الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية حسب ما ورد في مذكرة نشرت في سجل الاتحادي الأمريكي اليوم الاثنين وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي أنه سيتخذ هذه الخطوة الرمزية لكن غير مسبوقة والتي تهدف إلى تجفيف منابع تمويل الحرس الثوري الإيراني فيما نددت طهران على الفور بهذا الإعلان وقررت إدراج القوات الأمريكية في غرب آسيا على قائمة المنظمات الإرهابية